يصفط العملاء يصفط بوش داحية الأمة داحية الأمة ما كان لخصوم شخص مثل صدام حسين أن يظفروا به على هذه الشاكلة لولا أن دولة عظمى كانت قد قررت غزو العراق واحتلاله وإسقاط نظام الرجل الذي تحدى واشنطن سنوات طويلة في ظل الاحتلال الأمريكي أتقل الرجل وحكم محاكمة يرى كثيرون أنها سورية قبل أن يسلمه الأمريكيون لخصومه ورغم محاولة هؤلاء تصوير الأمر على أنه قصاص عادل من رأس النظام الذي حكم البلاد بقبضة حديدية نحو ثلاثة عقود فإن أجواء إعدام صدام كانت أقرب إلى الانتقام فبينما كان المسلمون حول العالم يحتفلون باستقبال عيد الأضحى اقتيد صدام حسين نحو حبل المشنقة لحظاته وكلماته الأخيرة طغت على الهتافات الطائفية التي أطلقها خصومه وأسس مشهد الإعدام بداية مرحلة قاتمة من عمر بلاد الرافدين اتسمت بتصدع النسيج الاجتماعي في البلاد وتغلغ لإيران في مفاصل الدولة العراقية الجديدة ورغم أن صدام حكم البلاد بسطوة حزب البعث العربي وهو حزب علماني فإن بعضا من حكام العراق الجدد الذين قضوا سنين طويلة في البنفى الاضطراري أو الاختياري في إيران حاولوا تقديم الرجل بصفته زعيما للمكون السني واتهموه بتهميشهم وإقصائهم لأنهم من الشيع لا لأنهم ينتمون لأحزاب كانت تسعى للإطاحة بحكمه وقالوا إنه آن الأوان لتصفية الحسابات لا مع أركان نظامه فحسب وإنما أيضا مع الطائفة التي ينتمي إليها هذا الأمر أدخل العراق في أتون محرقة طائفية دفع عشرات الألوف من الأبرياء دماءهم ثمنا لوقود ما فتأي أججها فضلا عن فقدان البلاد هويتها الوطنية الجامعة وعن تحول العراق الذي وقف طويلا سدا منيعا أمام طموحات إيران التوسعية إلى مجرد دولة للميليشيات تخوض معارك ترسيخ هيمنة طهران على الأرض العربية